صراحة ما حدث البارحة يبقى شأنا داخليا مصريا لهم دورينا ولنا دورينا لكن يبقى حدثا مؤسفا لأنه يمس بالروح الريادية التي أسست بها كرة القدم لاعب لا يتقبل هزيمة لكن لنعود إلى الوراء بعد نهاية كأس أمم إفريقية شاهدنا أن الإعلام المصري لم يحرك ساكنا حتى الاتحاد المصري لكرة القدم جميع من يناقشون ويحللون الرياضة وكرة القدم في مصر لم يحركوا ساكنا فيما حدث من أحداث لا رياضية بطلها لاعبين مصريين بعد خسارة النهائية لدى المنتخب المغربي والآن نلاحظ ونشاهد ردة فعل مشابهة من طرف الشحات الذي لم يتقبل هزيمة أمام بيراميد هذا يؤكد على أن هناك شيء ما غير جيد في الكرة القدم المصرية أن الأمور خرجت عن السياق خرجت عن الطريق الصحيح خرجت عن الأمور المشروعة الشحات ينتمي لفريقية تعتبر أندية مصرية أنه فريق محمي بل حتى العقوب التي اتخذها الاتحاد المصري صباح اليوم لم تتعدى مبارتين والواقع يمكن أن يعاقب صاحبها بالإيقاف لمدة شهرين على الأقل صراحة هناك من انتقد الشيبي لعبنا المغربي لأنه لم يرد لكن أنا بالنسبة لي تصرف الشيبي كان دكياً كان لاعباً خلوقاً احترم كل شيء احترم أسس الروح رياضي احترم كورد قدمه لم يرد على سفيه لأن ما فعل به الشحات هو سفاها وخير رد على السفيه هو التجاهل صراحة ما قام به الشيبي إلى الآن تصرف الرياضي محمود من لاعب تكونها في الملاعب الوطنية التي تصدر أو تكون أو تبيع لاعبين بمهارات وأيضاً بأخلاق نتمنى أن لا نرى هذه المشاهد مرة أخرى في ملاعب كورد قدم وخاصة في الملاعب العربية لأنه شاهدنا جميعاً ما حدث في موضع القطر 2022 المنتخب المغربي كان سيد الروح ريادية كان سيد الروح جماعية الجميع تكلم معنا في العالم كامل والعالم كامل صوق وروج لما قام به المنتخب المغربي عائلات أمهات إنجازات كل شيء كان جميل لكن أمس وقبل ذلك في أمم إفريقيا الأقام 23 شاهدنا أحداث المؤسفة بطلها لاعبون مصريون للأسف هناك شيء ما يحدث بالكورة القدم المصرية نتمنى أن يتدخل القائمون على القرى القدم المصرية لمحوي هذه التصرفات اللاريادية التي تشويه القرى العربية